الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق فعليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 اليوم في مدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد كبير من قادة العالم ورؤساء الحكومات من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتز كما سيحضر المؤتمر أيضا لفيف من الشخصيات الدولية والخبراء لمناقشة القضية المحورية وهي تأثير التغير المناخي على العالم وكيفية التكيف معها وحجد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء للحد من مخاطر تأثير المناخ نظمت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في إطار اهتمام التنصقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصرية وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول التزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان وإنجازاتها حتى الآن وأطر عملها ومحاورها الأربعة فضلا عن التحديات التي تواجه تفعيلها سواء التشريعية أو التنفيذية أو فيما يتعلق بالتحديات العالمية وأليات وأدوات الإسراع في تحقيق المستهدف منها بحلول عام 2026 يذكر أن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن انطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة الطيارات والاتجاهات المختلفة وآضاء التنصقية حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ولتشيك على تقديمها 90 دبابة متطورة من طراز 72 لبلاده مؤكدا أنها تمثل دعما تشتد حاجات القوات الأوكرانية إليه على أرض المعركة وأوضح زلنيسكي أن جيش بلاده يحقق تقدما ميدانيا ويحتاج إلى مثل تلك المعدات معربا عن تقديره لمساعدات مختلف شركائه للدفاع عن الحرية والديمقراطية على حد تعبيره وهذا وتوصف دباباته 72 بأنهال أكثر تطورا في ساحة المعركة أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودة الطيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بعد يومين من انفصالها عن شبكة الكهرباء إثر قصف رؤسي ألحق الضرر بخطوط الجهد العالي وقال رافعيل جورسي المدير العام للوكالة في بيان له أنه تم تصليح خطي الكهرباء الخارجيين بالمحطة وبدأت إعادة الربط بالشبكة بعد ظهر الجمعة وكرر جورسي دعوته إلى إنشاء منطقة أمان نووية وحماية أمنية حول المحطة لمنع وقوع حادث نووي تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الإيطالية روما من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ومطالبة الحكومة الإيطالية بالتوقف عن إرسال أسلحة لمواجهة روسيا وأعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الوضع لن يتغير لفتة إلى أن الحكومة تخطط لإرسال معدات عسكرية إضافية قريبا لأوكرانيا وحمل متظاهرون لفتة كبيرة كتب عليها لا للحرب ولا لإرسال السلاح ورياضيا فاز فريق بارشلونة على ضيفه ألميريا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثلاثة عشر من عمر الدور الإسباني سجل ثنائية البارسة الفرنسية عثمان دامبلي والهولندي دي يونغ بهذا الفوز التصدر بارشلونة حولت جدول ترتيب الدور الإسباني بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارقة نقطتين عن ريال مدليد صاحب المركز الثاني الذي يواجه غدا فريق رايو فيكينو في إطار الجولة الثلاثة عشر أيضا وعقب انتهاء المباراة ودعت جماهير بارشلونة مدافع الفريق وأحد قادة الفريق الكاتلوني بيكيه الذي أعلن اعتزاله كرة القدم انتهى موجة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى